سلام عليكم الأصدقاء ديولي كيديرين لبس عليكم هانين بخير نتمنى من الله دايما تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله في أحسن الأحوال إن شاء الله وقبل ما نبدأ ما تنسوش الضغط على الجرس ولايك باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ولما مشتركش عندي في القناة يشترك فيها باش دائما يوصلكم الجديد وقبل ما نبدأ نصليوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم إن شاء الله فكرت وبغيت نحضر لكم كسكسو بالروز هنا عندي كيلو ديال الروز في الأصفر أنا اختارت اللون الأصفر ديال الكسكسو هنا أو الروز هنا عندي ثلاث البصلات مقطعين طوال هنا عندي تقريبا كيلو ورباع ديال الحم طريفة بلل بالأعظم هنا عندي زبيب زبيب يمكنك تدري القياس اللي بغيتي هنا عندي اللوز بعد ما سلقته ونقيته وقريته هذا التزيين في الأخر هنا عندي سكنجبير هنا عندي البزار وهنا عندي الخرقم صفر هذه القرفة باش نعسل بيها زبيب إن شاء الله وذا قد نعسلتها الأخرى ستشوفها معي الطريقة هنا كين الملحة وهنا كين زيت المائدة هذا ملون غذائي يريد أن تديره لا تديره لا تديره سوف ندير منه شوية يبدل اللون ديال المرقة دابة إن شاء الله سنبدأ معكم على بركة الله دابة نجيب الطنجرة أو الكوكوت ندير فيها طريفة ديال الحم دام هم اللولين وخبقة فيها شوية ديال الدم ولكن أنا خصلتها مزيان ودابة غذائي ندير الزيت الزيت غذائي ندير القياس اللي خاص يكون الملحة هي القياس العطرية عندي كلها وحدة منها ملقة ونص صغار الملحة معبورين والربيع سمحوا لي قطعته ونسيت ما حطيتوش مع المقادير سنضيف الربيع تهوه بعد ما قطعته تمنى من الله هاد الوصفة اليوم تعجبكم غير جربوها نحركوا المقادير حتى تخلطوا نحركوا المقادير حتى تخلطوا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجماعين نقسم البطن نقسم البطن ونجعل الحمدين يتقل على خطره كيف يمكنك الهاتف نضيف البصلة اخترت طريفة للحمة نهائيا اخترت طريفة لحمة في مش العظام كسكسو بالروز نهائيا الخضراء غير البصلة نغطي الكوكو نغطي الكوكو نغطي الكوكو نغطي الكوكو نغطي الكوكو نغطي الكوكو نغطي الكوكوكو نغطي الكوكوكو نجد الكوكوكو نضيف الزيت 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 قمتلك نضيف ملتقى نضيف ملتقى نضيف ملتقى نضيف الزبيب نضيف الزبيب نضيف الزبيب نضيف صوب crystals نضيف الزب نضيف الزب نضيف الزب ده بغادي نجيب الما طيب مطيبة وغادي نخويها على الروز من الفوق مني غادي نخوي على الروز الما ملفوق هذا الما عندي طيب نخويتها فوق البرماء لا يوجد الماء نستقطع قليلا من الماء جنة نخلقها كل مره في ماء نخوي على الروز كامل نحستطيع الماء نحن بارد تلاتي نحن نضيف نضيف دوائق الروز و قصة لا تتعجز و اخرج و اضع مصر من الروز و اعتقد نضيف زيت المرد الثانية نضيف ملحة غير شوية نخلطها حيث لا تزال سخون غزل غزل نحن نضموش نهائياً كسكسو بالرز اختروا النوع المزيان نضموش نهائياً نضموش نجد نكسة نتعود نقوم بشعور سوف نقوم بمشاكة نضموش نحن نفس الطائقة نضموش نصف يكون الماء طيبة من الأول أو من قبل و تخوي عليها او ثاني تبقى محدوكي طيب و تشوفي واش طيب و تشوفي الحبة ديال واش طابت حيث على حسب النوعية للروز اتمنى من الله يجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله و لا تنسوا تشجعوني باش دائما نجيب لكم الجديد سوف نفور للمرة واحدة اخرى و دابا كسكسودينا ها هو فار هنتم كما تشوفو هذي تفوير الاخرى دابا كسكسودينا ووجد هذي تفوير الاخرى و تتخلف الاخرى ها هو سخون جزاف اكسكسو دابا بغدير عليه شوية ديالزبدة نحن نخلط بشوية لمن يبرد واحد شوية طيب ربما معجل نهائيا والو وكي يجغزال ودعم مقالي لا إلا نسقيو إن شاء الله أو نسقيو نحن نقدرهم جيدا نحن نخلط البلاسة في الوسط نحن نحن نقدرهم جيدا حتى أصبح الماركة تمنى مالله يعجبكم هاد الطابق دي اليوم نضيف مرعقة طابت نضيف مرعقة طابت نضيف مرعقة صعبة يمكنه اضيف مرعقة نضيف مرعقة طريقة هذي غيجربوها كي يجي يغزال كين لي كي سلق الروز لما بغيتوش تفوروه يمكن لكم تسلقوه أنا ما بغيتش نسلقوه أنا فورتو كان عندي الوقت نطب كريه نحاول نقضو هكا بزيان المرقة تجي مضغمرة مزيان راك يبليكم ان شاء الله نتمنى مالله يبليكم ديك الشي مزيان سوف نضيف عليه الزبيب بهاكا سوف نستمر بهاكا ثم تشوفوه تمنام الله يعجبكم وتجربوه وكتبوه لي في الكومنتر كيف اجيكم هاد كسكسو بالروز بها الطريقة اللي درت بلا خضره بلا والو نا بغادي نمدنزين بطريفة بهاد اللوز نا بغادي نمدنزين بيوم هكا كي يجي واحد المنظر غزال والمعدة احته هو رائع نا بغادي نا بغادي نا بغادي نا بغادي نهايت نا بغادي نا بغادي نا بغادي نا بغادي نا بغادي نفسك تبعو ماي يطرت قاة gäller الغر سوف نريكم شكل النهائي ان شاء الله دابا انا ساليتو درت له الشكل اللي بغيت انا والمنظر هائل والمدق رائع نتمنى مالله تجربوا هاد الوصفة اللي صوت لكم اليوم وتنال اعجاب ديالكم جميعا وخليوا لي اشي تعالق يكونوا محفزين ان شاء الله ونتمنى مالله يعجبكم هاد طابق وما علي ايلا نقول لكم ما تنسوش الضغط على الجرس ولايك اللي عجبكم الطابق بالفعل نتمنى مالله يعجبكم وبسلام عليكم وحتى انتلقوا ان شاء الله في وصفة جديدة وبطابق جديد ان شاء الله وما تنسوش تجعوختكم باش دائما ان شاء الله تجيب لكم وصفات رائعة وجديدة ان شاء الله دائما مع خديجة الجديد السلام عليكم